عايز اخدكم لحاجة كده محدش عايز يخش جواه يعني كله بيحاول ايه يبعد بس هي واضحة عشان هي واضحة احاول اسرد لكم شوية اللي بيحصل فيها من بدري اعمل لكم تايم لاين كده تشوفوا ايه اللي حصل ايه اللي حصل في علاقة كارتيرون بنادي الزمالك في الفترة الاخيرة واضح جدا انه في لعبة لعبة بين الادارة والنادي انه سيب ونسيب لا كارتيرون شكله كده حابب يكمل شكله حابب يكمل ولا نادي الزمالك شكله حابب يبقي على كارتيرون طيب ايه هي الحكاية تعالوا اقول لكم الحكاية في لعبة سيب ونسيب بين كارتيرون وادارة نادي الزمالك كارتيرون وادارة الزمالك في الفترة الاخيرة بيلعبوا لعبة سيب ونسيب كل طرف منهم عايز يبعد عن التاني بس الشرط الجزائي هو اللي مناعهم نرجع كده بالذاكرة ونشوف ليه بيحصل كده دلوقتي الموقف الأول كارتيرون في ولايته الأولى للزمالك ترك النادي في وقت صعب وقبل خود نصف نهاء دوري أبطال أفريقيا عام 2020 من عجل تدريب نادي التعاون السعودي وقام المدرب وقتها بسداد الشرط الجزائي لإدارة نادي الزمالك الموقف الثاني كارتيرون بعد رحيله من الزمالك تعرض لهجوم كبير من الإدارة والجماهير وقتها كان عندهم حق لأن النادي وفّل له كل شيء لكنه قرر رحيل التعاون بالسبب العقد الكبير ألا ستخطى بكثير ما كان يحصل عليه مع الزمالك وطبعا بقى فيه صعوبة في عودته للزمالك تاني الموقف الثالث بعد رحيل المجلس الحالي ووجود لجنة معينة كارتيرون رجع ولكن في عودته المرة دي ما كانش بيحظى بالقبول الجماهيري الزمالك نجح كارتيرون في الفوز بالدوري مع الزمالك وهو ما ساعده في تهديئة الأجواء بينه وبين الجماهير لكن سرعان ما انتهى الهدوء بعودة المجلس السابق ورحيل اللجنة التي أعادت المدرب الفرنسي لتبدأ مرحلة سيب ونسيب الموقف الخامس بعد عودة اللجنة بدأت الكثير من الأنباية تم تسربها حول فسخ عقد الفرنسي لكن رئيس النادي ظهر أكثر من مرة وأكد بقاء المدرب والمحافظة على استقرار الفريق لكن في نفس الوقت عينت الإدارة السنائي متحة عبدالهادي وأمير عزم مجاد في جهاز المدرب الفرنسي وهو ما كان بداية اندلاع فتيل الأزمة بين المدرب والإدارة بدأ كارتيرون يضغط على الزمالك بورقة راتبه المتأخر وأنظر النادي بشكل رسمي مرتين في ديسمبر ويناير إنه لو لم يتم تحويل راتبه في الموعد المحدد سيتم فسخ التعاقد تلقائيا لكن إدارة نادي الزمالك كانت تسدد له الراتب قبل نهاية الموعد المحدد تجنبا لفسخ التعاقد الموقف السابع ما يؤجل فكرة فسخ التعاقد بين الزمالك وكارتيرون هو الشرط الجزائي البالغ 300 ألف دولار قيمة راتب شهرين بحيث لو تمت إقالة كارتيرون يدفع النادي له الشرط الجزائي والعكس لو هو اللي مش عشان كده كل طرف بيحاول إنه يجبر التاني على فسخ العقد حتى يحصل هو على الشرط الجزائي دي الحكاية ببساطة دي الحكاية يتفهمك الحرب البردة يعني ده الوصف الحرب البردة لا ده عايز ولا ده عايز بس في نفس الوقت ممشيين الدنيا ممشيين الدنيا لا الزمالك يقدر ياخد قرار برحيل كارتيرون خاصة في أزمات مادية كبيرة في نادي الزمالك لأنه يتحمل هذا الشرط الجزائي في الوقت الحالي على الأقل ولا كارتيرون الراجل اللي احنا اتعلمنا منه أنه راجل بيدور دايما على الاستفادة المالية في أي مكان لمواقف كثيرة قديمة وحديثة عايز يمشي إلا لما نادي الزمالك هو اللي ياخد هذا القرار أو يستنى عرض آخر زي ما عمل قبل كده لو سألتني عن رأيي رغم نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة تحديدا في كاس الرابطة بس أنا بشوف كارتيرون مدرب ناجح بس برضو لو سألتني عن رأيي أنا ما كنتش مع فكرة إن كارتيرون يرجع نادي الزمالك مرة أخرى بعد اللي عمله في المرة الأولى يعني أنا لو بشجع نادي الزمالك لو بسأل نادي الزمالك ما حبش إن المدرب اللي سابني بفوقت صعب يرجع تاني حتى لو رجع وكسمن دوري شوف بقى بقولك حتى لو رجع وكسمن دوري بس ده رأيي في جماهير رأيها مش كده وفي جماهير تانية رأيها زي رأيي يعني كل واحد حر بس فكرة كارتيرون باللغبطة اللي دايما بتحصل مع كارتيرون دي مش مريحة إنه هو مدرب كبير أه مدرب كبير مدرب كويس أه طبعا مدرب كويس بس دايما شخصيته وحبه شوية للمال بتخليني دايما الآن من تواجده في نادي الزمالك بحاسة دايما إنه ممكن يمشي في أي لحظة في أي موقف